السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم طلاب الأعزاء طلاب الصف الأول الأعدادي معنا اليوم درس جديد من دروس اللغة العربية وهو درس قراءة في الوحدة الثانية بعنوان سبيل النجاح لا شك بأن كل إنسان له طموح يسعى لتحقيقه ولا يوجد إنسان في الحياة لا يريد النجاح فالنجاح هدف كل إنسان ولكن كيف تحقق هذا الهدف؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال شرح درس سبيل النجاح الوظائف والمهن والحرف كثيرة وكل إنسان في حكم وظيفته يريد أن يصل إلى النجاح هناك أشكال كثيرة من هذه الوظائف سوف نأخذ أمثلة منها ونفهم ما الفرق بين الطموح والطمع ما هو الأمل وكيف نصل إلى النجاح هنبدأ نقرأ الدرس كله دفع واحدة ثم نقصم الدرس إلى فكر مع إشراقة الصباح يندفع الناس إلى أعمالهم وقضاء حوائجهم فالموظف في مكتبه والتاجر إلى مطجره والعامل إلى محل عمله والطالب إلى مدرسته فهؤلاء يندفعون وفي رأس كل منهم آمال يسعى إلى تحقيقها وتمر الأيام وتتحقق الآمال فيرقى الموظف ويربح التاجر ويزداد أجر العامل ويكون نصيب الطالب النجاح ولكن هل تتوقف الآمال إن الأمل عند الإنسان متجدد ما بقي على قيد الحياة يبدأ صغيرا وينمو ويكبر حتى إذا تحقق رغبا في أمل أكبر بعزيمة أشد وهذه الآمال المتتابعة هي التي تصنع الطموح وغير أن هناك فرقا كبيرا بين الطموح والطمع لأن الطموح صفة من الصفات الكريمة وهو مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد أما الطمع فهو صورة من صور الأنانية بل هو صورة من صور الشر لأن الطمع لا يجبع ولا يرتوي ويريد أن يكون عنده أكثر مما عند الآخرين ويحاول أن يستولي على ما عندهم بغير وجه حق الطموح هو الذي يحرك العزيمة عند الإنسان ويشدها فطموح الموظف في وظيفته ينعكس على عمله فينتظم ويحسن الأداء ويضاعف الإنتاج وطموح التاجر ينعكس على مسلكه في معاملة الزبائن وهو بسعيه إلى تجارته محتاج إلى كسب رضى الناس بصدق المعاملة والبعد عن الغش وكبول الربح المعقول وطموح العامل يدفعه إلى تجويد العمل حتى يتفوق فيه فيتحسن أجره وترتفع مكانته وطموح الطالب يدفعه إلى الجد والاكتهاد والصبر على طلب العلم والتخلق بمحاسن الأخلاق ومن نتائج كل ذلك التفوق المستمر والفوز المشرق للوطن والمواطنين هيا بنا أبناء الأعزاء نشرح الدرس بطريقة الفقر ونقسم هذا الدرس إلى ثلاث فقر نبدأ بالفكرة الأولى وهي اندفاع الناس لتحقيق آمالهم مع إشراكة الصباح يندفع الناس إلى أعمالهم إشراكة الصباح زي ما اتفقنا إن احنا هنقف عند المعنى بتاع الكلمة في صياق الجملة نفسيها ما نقولش مثلا إشراكة بمعنى بداية أو سطوة أو مخلاص لا نشوفها جوة الجملة بتاعتها عشان نقدر نحدد المعنى ونستخدمه بعد كده في التعبير بتاعنا أو في الكلام اللي احنا عايزين نقوله مع إشراكة الصباح يندفع الناس إلى أعمالهم وقضاء حوائجهم قضاء حوائجهم يعني إيه؟ يعني المصالح بتاعتهم أو الحاجات اللي هم عايزين يعملوها فالموظف إلى مكتبه والتاجر إلى مطجر الموظف بيروح المكتب بتاعه والتاجر بيروح المحل العمل بتاعه اللي هو المطجر أو المحل بتاع التجارة بتاعه العامل بيروح إلى محل عمله سواء في مصنع أو في شركة أو في الورشة بتاعته أو في غيره والطالب إلى مدرسته هؤلاء يندفعون وفي رأس كل منهم آمال يسعى إلى تحقيقها طبعا آمال مفردها آمل والآمل هو التطلع إلى الشيء الأفضل وإنه هو يبقى محتاج أنه يحققه فتمر الأيام وتتحقق الآمال ديت فيبدأ يرقى الموظف يرقى يعني يرتفع ويعلم مكانته ويربح التاجر ويزداد أجر العامل يربح يعني يكسب طبعا ويزداد أجر العامل ويكون نصيب الطالب النجاح ولكن في هنا سؤال مهم جدا هل تتوقف الآمال هل الإنسان بيصل إلى آمل معين وبعدين بيتوقف هو ده اللي هنشوفه في الفكرة الثانية ولكن تعالوا نبص على معاني الكلمات مع بعض اللي احنا قلناها الشراكة سطوع وقضاء يعني إنهاء والآمال تمنيات وتطلعات مفردها الآمل وعكسها يأس يندفع يتجه وحوائجهم مصالحهم ويربح يكسب تعالوا نشوف الفكرة الثانية الفرق بين الطموح والطمع إن الأمل عند الإنسان متجدد متجدد يعني يا أولاد يعني دايما يتغير ودايما يجدد نفسه إلى الأفضل ما بقي على قيد الحياة يعني طول ما هو عايش يبدأ صغيرا وينمو ويكبر حتى إذا تحقق رغبة في أمل أكبر رغبة يعني إيه يعني أراد أو أحب وعكس رغبة يعني رغبة عن أو بعد عن تمام بعزيمة أشد وهذه الآمال المتتابعة هي التي تصنع الطموح وخلي بالك من الحتة دي كل ما أنت بتصل إلى أمل وبتكبر بعد كده بتكون عايشة حق أمل آخر هذه الآمال المتتابعة يعني اللي وراء بعضيها هي اللي بتسمع الطموح الجديد غير أن هناك فرق بين الطموح والطموح فرق كبير جدا الطموح طبعا صفة من الصفات الكريمة يعني الحميدة أو الطيبة وهو مقرون بالعزيمة الصادقة هو متلازم بالعزيمة الصادقة والسعي الجيد دايما تلاقي الطموح عشان إنسان يحق طموح لازم يبقى عنده حاجتين مهمين عزيمة صادقة يعني إرادة فعلا حقيقية وسعي جاد يعني عمل باجتهاد أما الطمع فهو صورة من صورة الأنانية بل هو صورة من صور الشر لأن الطمع لا يشبع ولا يرتوي ويريد أن يكون عنده أكثر مما عند الآخرين ويحاول أن يستولي على ما عندهم بغير وجه حق كل دي صفات طبعا الطمع وفرق بينها وبين الطموح طبعا عرفنا معاني الكلمات هنقراها مع بعض سريعا يزداد يزيد ويكسر والنجاح التفوق رغبة فيه أراضة وتمنى وأحب وعكسها رغبة عن يعني مش عايز دوت أو بيبتعد عن المتتابعة يعني المتتالية أو المتوالية اللي تننصح الطمع الرغبة في ما عنده الغير الأنانية حب النفس عكسها الإيثار وإحنا خدناها قبل كده كتير نصيب يعني مقدار أو حظ متجدد يعني مستمر أو متكرر وعزيمة يعني إرادة والطموح يتطلع مكرون يعني مرتبط أو ملتزم بكذا والشر السوء وعكسها الخير تعالوا نشوف الفكرة الثالثة تأثير الطموح على الإنسان الطموح هو الذي يحرك العزيمة لو أنه عند طموح هتلاقي عزمتي أو إرادتي بدأت تتحرك أذكر أكتر أكتهد أكتر فطموح الموظف في وظيفته ينعكس على عمله إزاي بقى هو ده الفكرة اللي موجودة إزاي لو عند الإنسان طموح ده بينعكس على سلوكياته ومكانته في المجتمع فهناخد أربع أمثلة مثلا للموظف فمنقول فينتظم يبدأ يبقى منتظم جدا في العمل بتاعه ييجي في موعيده يبدأ أنه ينفذ القوانين بصورة كويسة ويحسن الأداء ويضاعف الإنتاج ده أثر الطموح على الموظف تعالوا نشوف طموح التاجر لو عنده طموح ده ينعكس إزاي في تعاملاته بينعكس على مسلكه في معاملة الزبائن مسلكه يعني التعامل بتاعه وهو بسعيه إلى تجارته هو عمال يسعى إلى التجارة بتاعته إزاي يربح محتاج إلى كسب رضى الناس عايز يكسب رضى الناس يعني الناس تبقى راضي عن تعامله معهم أو عن بضاعته فده بيعمله بإزاي بصدق المعاملة والبعد عن الغش يبدأ أنه يتعامل بصدقه مع الناس ما يغشهمش فيبدأ أنه يعمل قبول للربح المعقول فالناس تبدأ أنه يتصق فيه وتأتي إليه فيزداد ربحه طموح العامل الإنسان اللي هو بيعمل بيديه في مصنع أو شركة أو في أي شيء بيدفعه هذا الطموح إليه هيبدأ إيه تأثير الطموح عليه تجويد العمل تجويد يعني إيه يا أولاد يعني إتقانه وإحسانه تبدأ أن أنت تحسن في هذا العمل حتى يتفوق فيه فيتحسن أجره وترتفع مكانته أطلب بقى العامل ده بالإسم أو أقول فلان دوت الشغل بتاعه كويس جدا فأنا محتاجه في العمل دوت طموح الطالب ودوت اللي يخصنا دلوقتي يدفعه إلى لو إنسان الطالب دوت عنده طموح وعنده أمل كبير جدا عايز يحققه والطموح دوت بييجي من الأمال المتتابعة زي ما قلنا فده هيدفعه إلى إيه هيخليه يصل إلى إيه هيدفعه أنه هو يعمل الجد واكتهاد وصبر تلات حاجات دول مهمين جدا في طلب العلم أنا المذاكرة مش سهلة لكن هو عشان عنده طموح فبيبدأ يكتهد ويجد يعني يسعب بنوع من القوة ويصبر تمام ثم التخلق بما حصل الأخلاق وكمان يكون عنده أخلاق حميدة ومن نتائج كل هذا أو من نتائج كل ذلك التفوق المستمر والفوز المشرق هيبقى للوطن وللمواطنين النتائج بتاعت كل هذا الطموح وتأثيره على كل فرض عندنا في المجتمع احنا خدنا أمثلة بس لكن في حاجات تانية المهندس والدكتور والمدرس وغيرين من المهن والوظائف أو حتى الإنسان اللي بيعمل عمل حر لنفسه لابد أن يكون عنده طموح حتى يأثر هذا الطموح على سلوكه ويبدأ أنه ينجح ويعوم الرخاء على الوطن خدنا معاني الكلمات الأداء يعني العمل مسلكه طريقه الربح المكسب الصبر التحمل خلي بالك الصبر عكسها الجزع والجزع ده هو عدم التحمل تمام يضاعف يزيد المعاملة التعامل تجويد يعني إتقان الجودة هي إتقان الشيء تمام وعكسها طبعا إهمال محاسن يعني مكارم وعكسها مسهول تعالوا بقى نعمل حاجة جميلة جدا وهي سؤال وجواب على الدرس كله كأنه تلخيص من أول وجديد عشان يبقى كده قدرنا إن إحنا نلخص الدرس ونفهمه ونشرحه ونبدأ ناخد تدريب بعد كده بسيط عليه متى يندفع الناس إلى أعمالهم مع إشراكة الصباح يندفع الناس إلى أعمالهم وقضاء حوائجهم إشراكة الصباح تمثل الأمل عند جميع الناس اذكر أمثلة قلنا الموظف إلى مكتبه والتاجر إلى متجره والعامل إلى محل عمله والطالب إلى مدرسته كل الناس بتبدأ مع إشراكة الصباح تذهب إلى هذه الأماكن ما الذي يدور في رأس كل منهم يندفعونه وفي رأس كل منهم آمال يسعى إلى تحقيقه كيف يكون الأمل عند الإنسان الأمل عند الإنسان إحنا قلنا صفته إيه خلي بالك متجدد ما بقي على قيد الحياة وكمان وصفه عامل إزاي بيبدأ صغيرا وينمو ويكبر حتى إذا تحقق الأمل الأولاني راغب في أمل أكبر لو طموح زيادة فبيكون عنده عزيمة أشد وهذه الأمال المتتابعة هي التي تصنع الطموح ما الذي يصنع الطموح لدى الإنسان الأمال المتتابعة فحينما يحقق الإنسان أملا يرغب في تحقيق أمال أخرى هو ده اللي بيصنع الطموح الأمال المتتابعة يبقى عندي أمل وبعدين يكبر أو يتجدد ويبقى أمل أكبر منه وهكذا ما الفرق بين الطموح والطمع الطموح صفة من الصفات الكريمة وهو مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد الطمع هو صورة من صورة الأنانية بل هو صورة من صور الشر لماذا يعد الطموح صفة من الصفات الكريمة لأنه مقرون يعني إيه مقرون حد فاكر برافو عليك شايفك مقرون يعني إيه مرتبط أو متلازم مع خلاص العزيمة الصادقة والسعي الجاد قلنا العزيمة يعني الإيه الإرادة والسعي يعني العمل تعالي ناخد بي الأسئلة سريعا لماذا يعد الطمع صورة من صور الشر لأن الطمع لا يجبع ولا يرتوي ويريد أن يكون عنده أكثر مما عند الآخرين ويحاول أن يستولي على ما عندهم بغير وجه حقه ما الذي يحرك العزيمة عند الإنسان ويدفعه إلى العمل الجاد الطموح هو الذي يحرك العزيمة عند الإنسان ويشدها ما الذي يحرك عزيمة الموظف ويدفعه إلى العمل الجاد هنبدأ ناخد بقى الأمثلة اللي احنا وانا عليها طموح الموظف في وظيفته ينعكس على عمله فيتحسن الأداء ويضاعف الإنتاج كيف يحرك الطموح عزيمة التاجر ويدفعه إلى العمل المربح طموح التاجر ينعكس على مسلك في معاملته للزبائن وهو بسعيه إلى توصيع تجاراته محتاج إلى كسب الرضا الناس بصدق المهملة والبعد عن الغش وكبول الربح المعقول كيف يحرك الطموح عزيمة العامل ويدفعه إلى ارتفاع مكانته طموح العامل يدفعه إلى تجويد عمله من شطر يقول يعني إيه تجويد برافو يعني إتقان هذا العمل وتحسينه حتى يتفوق فيه فيتحسن أجره وترتفع مكانته كيف يحرك الطموح عزيمة الطالب ويدفعه إلى النجاح والتفوق طموح الطالب يدفعه إلى حكتين مهمين أو ثلاثة الجد والاجتهاد والصبر في إيه على طلب العلم والتخلق بمحاسن الأخلاق ومن نتائج ذلك التفوق المستمر والنجاح المشرف أو المشرف وضح أثر الطموح على الأفراد والمجتمعات أن الطموح يدفعنا إلى التفوق المستمر والنور المشرق للوطن والمواطنين تعالوا بقى ناخد تدريب على الدرس ونبدأ نناقش الأسئلة مع بعض الطموح هو الذي يحرك العزيمة عند الإنسان ويشدها فطموح الموظف في وظيفته ينعكس على عمله فينتظم ويحسن الأداء ويضاعف الإنتاج وطموح التاجر ينعكس على مسلكه في معاملة الزباق مراضف الطموح وجمع مسلكه ومضاد يحسن مين شاطر يبدأ يجاوه معايا؟ تمام يبقى مراضف الطموح هو التطلع وجمع مسلكه مسالكه ومضاد يحسن يسيء ما فائدة الطموح بالنسبة للإنسان؟ فائدة الطموح بالنسبة للإنسان يحقق له الآمال ويجعل له هدفا في الحياة كما أنه يدفع صاحبه للنجاح والتفوق وضح أثر الطموح على الموظف والتاجر والطالب ودي قلناها أكثر من مرة فطموح الموظف في وظيفته ينعكس على عمله فينتظم ويحسن الأداء ويضاعف الإنتاج طموح التاجر ينعكس على مسلكه في معاملته للزبائن وبسعيه إلى تجارته محتاج إلى كسب رضا الناس بصدق المعاملة والبعد عن الغش وقبول الربح المعقول وطموح الطالب يدفعه إلى الجد والاجتهاد والصبر على طلب العلم والتخلق بمحاسي الأخلاق أعتقد أننا حفظناهم طيب نيجي بقى في رقم ثلاثة ما الفرق بين الطموح والطمى؟ حاجة صفة كويسة وهالتاني صفة سيئة تمام؟ ودوة مقرون بإيه؟ لو فاكرين الطموح مقرون دايما بإيه؟ أنا هفضل أقول مقرون مش أقول مرتبط عشان دي كلمة جديدة تبدأ أن أنت تعرف تمام؟ يبقى الطموح صفة من الصفات الكريمة وهو مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد أما الطمع هو صورة من صور الأنانية بل صورة من صور الشر أعتقد أننا غطينا كل جزئيات الدرس هنوقف الفيديو أكتر من مرة لو عايزين نرجع حاجة ونبدأ أننا نفهمها من جديد تمام؟ ونحاول أن نذكر الصفحات دي كويس ونستمع إلى الفيديو كويس وبعد كده نحل تدريبات الكتاب بالتوفيق إن شاء الله للجميع ونلقاكم على خير في حلقة جديدة من حلقات دروس اللغة العربية والسلام عليكم